جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدهولي الإشارة إلى جهود مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية الحالية وخلال اجتماعي مجلس الوزراء بمدينة العالمين أكد مدهولي أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وقطوات في هذا الصدد إنما يستهدف التخفيف من حدة هذه التحديات وتداعيات عن كاهل المواطن وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تطبيق خطط متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها وذلك في ظل ما يشهده العالم من أزمة في مصادر الطاقة المختلفة موضحا أن الخطط تضمن أليات واسلوب الترشيد بما يضمن استدامة مصادر الطاقة في ظل الظروف العالمية الحالية وفي الإطار نفسه أكد مدهولي أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها عن طريق التوفير في المباني الحكومية وكذا المباني تحت الإنشاء ترجمة نانسي قنقر